إن شاء الله شهر كريم وفضيل على الجميع وكل عام وأنتم بألف خير كل عام وكل الوطن العربي بألف خير رمضان كريم للجميع إن شاء الله بتكون سنة خير وبركة علينا جميعاً إن شاء الله رمضان كريم كل سنة وتطيبين إن شاء الله الله يعيد علينا هالشهر بالخير والبركة والصحة والعافية على الجميع وأهنيكم بهذا الشهر الفضيل وكذلك أهني بلادي وأهني العالم العربي كله والعالم الإسلامي وأهني العالم بهذا الرمضان الجميل وهذه المناسبة الحلوة أقول لهم كل عام وأنتم بخير مع تحيات وأبو أسعى من عبدالله بالخير رمضان كريم بس لك أنا مع عبدالله بالخير مقتصر على هالمعايدة فهو يحب شاركنا بتقوصه خلال شهر رمضان تقوص رمضان هم مطاقسين واحد مثلا في الإفطار والثاني في السحور وما بينهم يمكن تكون فيها زيارات يمكن فيها يعني بعض الأنشطة أو بعض الندوات أو الزيارات الخاصة يعني سواء عني في البيت أو أروح لي شيوخي ولا أروح لي حبايبي وأصدقائي بزير والسلام عليهم يعني بمناسبة هذا الشهر الفضيل وبهالشهر الفضيل طبعا عبدالله بالخير بيتفرغ للعبادات وفعل الخير يكون كل واحد فينا عنده استعداد لأن يعطي من الحب ويعطي من الأموال ويعطي من التضحيات وعد قابلية لكتم الغيظ وكتم الزعل وكتم هذا ويقول اللهم أني صايم وتمشي لحال البيئة بجمال ولكن في الليل نستمتع وفي روحانيات مثل ليلة القدر مثلا مثل التراويح تعرف هاي جماليات هذا الشهر الفضيل وإلى جانب ذلك عبدالله بيحرص على متابعة المسلسلات وعنده طريقة لا يقدر يشوف أكبر عدد منها عندي في البيت فيديو يسجل خمس محطات وحياناً بعد ستة في نفس اللحظة عشان ما يفوتني ولا مسلسل حين شو بسوي الخطة عشان أبتدي أتابع المسلسل اللي موجود فيهم اللي أشوفها يعني بيضيف لي شيء المسلسلات كثيرة عادية تأخذ الحياة شكل ما هي وتجسدها على التلفزيون هذا مش من اختصاصي أنا أبحث عن ما هو مفيد ما هو غريب ما هو جميس وأن كان في التاريخ أو حتى من نسج الخيال الجديد اللي يعيشان الواقع هذا وحنا عايشينه ومتابعة عبدالله للمسلسلات ما بتخلص فقط عند المشاهدة أخذ فكرة عامة عن ما طرح في هذا السن وأقارن بالسنة اللي قبلها فرمضان متع في كل المتجاهات وبرمضان نحنا هنغيب عنكم لنرجع نطلع عليكم أول أيام العيد ونحتفل معكم ومن هلأ إلى وقته بدي أتمنى لكم كل الخير وأسمى التبريكات رمضان كريم وكل عام وأنتو بألف خير